اهلا بك اصدقائي اليوتيوب النهاردة في اخبار مشجعة جدا ورائعة جدا بخصوص مستقبل العملات الرقمية وفي انطلاقة متوقعة قريبا في العملات الرقمية انطلاقة قوية مفروض وفي اخبار كرسة يعني هتدمر كل حاجة فربنا يصر فترة القادمة بس ابقوا معنا نهاية الفيديو عشان تعرفوا التفاصيل بس قبل ما نبتدي افكركم ودعمكم للقناة بعمل لايك شير الفيديو واشتراك في القناة وتقرب مع الناس ندلوه اسطحة الفيديو في معلومات مهمة لكم في روابط الاصلية في التسجيل ومنصات تدور وعملات رقمية زي منصة بايبت منصة باينانس ومنصة كيو كوين واحذروا الروابط المزايفة لمنصات ونبتدي عشان ما طولش عليكم طبعا نبتدي الأول بالأخبار بعد الأخبار الكارثية وبعد كده ولا نبتدي بالأخبار الجيدة عموما نبتدي بالأخبار الكارثية الأول بل نبتدي نتكلم على الأخبار الجيدة عندك هنا الخبر ده بيقول لك هنا بوتين بيصرح بيكلم على ان الغرب بيدعم الشيطان عن طريق دعمهم للاجندة بتاعة الشواز والترانس الجي والترانس الجي هو الشواز والترانس اللي هو المحول يعني واحد حول من ولد لبنته من راجل لست او ست الراجل حسب تفكيري حسب مفهومي فده هو حتى بيسأله انت موافق على الكلام ده ويارد تكتبولي في التعليقات لانهما فعلا بيدعموا بيدوا حرية كاملة لتغيير طبيعة الانسان اللي ربنا خلقها فهل انتوا موافقين على الكلام ده يارد تكتبولي في التعليقات تمام حاجة تانية ده كان خبر يعني ماليش علاقة بالعملات الرقمية بس اتكلمكم على اللي بيحصل بقى الكوارث اللي جاي بيقولك الناتو خلاص عايزين هيرسله رسمي اعلانوا رسميا انهما هيرسله مقاتلات F-16 طيارات F-16 تترسل له اوكرانيا فروسيا اعلنت رسمي انه هو المطارات او الدول اللي هيستخدموها الناتو في ارسال الطيارات دي ال F-16 لاوكرانيا هتبقى هدف مستهدفة البلد التالتة اللي هي روسيا واوكرانيا دي اتنين بلد التالتة اللي هتدعم اوكرانيا وتبعت لها F-16 هتبقى هدف من اهدف روسيا فكده حتى بيقولك هتبقى اصبح الان الناتو وروسيا بيحربوا بعض الحرب دلوقتي بين الناتو وروسيا مش بس بين اوكرانيا وروسيا فاحنا دخلين على حرب عالمية تالتة ورسمية وحتى بوتين بيحذر بيقولك الناتو بيدفع العالم لحرب عالمية تالتة بدعمه لدعمه الاوكرانيا لما بيدعم اوكرانيا بيدفع العالم لحرب عالمية تالتة خلي بالكو يا جماعة بوتين قبل ما ينفذ اي حاجة دايما بيحذر والفترة وبعد كده روح منفذ فده ده اللي بيحصل فده ده لو حصل الكرسى دي وقامت حرب عالمية تالتة كل الانظمة العالمية والاقتصاد والكلام كله حتدمر بقى لا تقول لي عملات رقمية ولا اسهم ولا اي حاجة اللي طبعا اللي حيفوز ده وجهة نظر شخصية اكتبوا لي في التعليقات رأيكم هل فعلا العملات الرقمية هتكون ملاز آمن وقت الحرب العالمية التالتة ولا هتكون بتتدمر زيها زي الاسهم انا مجهة نظري اللي عملها كلها تبوز هتتخرب خالص لانها هتكون حربة نووية بس اللي حيفوز بيها الدهب يعني اكيد اللي حيطلع بيها الدهب والفضة كمان الدهب والفضة حتى الدهب عمل على صعود بقاله فترة كده طالع بيطلع بطريقة بسيطة بس بيطلع على صعود عمل صعود عندك هنا مثلا روبرت كوازاكي اللي هو مؤلف كتاب القب الغني والقب الفقير هو بيتكلم هنا يعني بيتكلم على الانظمة المالية السيئة والكلام ده بس بيقولك اهم حاجة دلوقت يشتري الدهب والفضة والبيتكوين هو وجهة نظره كده تمام نتكلم بس على برات جارلينج هاوس كان قال تغريدة اخر تغريدة ليه بيكلم على ان هو الديمقراطيين بايدن ديمقراطي وترامب جمهوري حسب حزب الجمهوري فبايدن والديمقراطيين بيحربوا العملات الرقمية وترامب والجمهوريين بيدعموا العملات الرقمية فهو في اخر سطر هنا بيقولك يعني انت اختار بحكمة هتصوت لمين يعني هو طبعا المجتمع اللي بيسمع وبيقرأ مجتمع العملات الرقمية فهو بيخاطب بمجتمع العملات الرقمية انتخبه اللي حيدعم العملات الرقمية مش اللي حيحارب العملات الرقمية لان الديمقراطيين بيدعموا جاري جانسلر جاري جانسلر اللي هو رئيس الاس اسي اللي بتحارب مش بس شركة الريبل بتحارب العملات الرقمية فده طبعا أه أنت بيقول لك يعني انتخب مش عايز يقول لك انتخب الجمهوريين أو تخب ترامب مش عايز يقولها بمباشرة يعني بس هو كده فيقصد كده يعني أنت اللي عايش في أمريكا وبيعمل انتخابات لازم لو أنت داعم للعملات الرقمية ادعم واختار اللي حيدعم العملات الرقمية مش اللي حيدمر العملات الرقمية تمام ده الأخبار السيئة وبتقديرنا نخش في الأخبار الجيدة فيه عندك هنا عايز اتكلمكم على في هنا لجنة تداول السلع الأجلة هنا بتتكلم بتعلن ان البيتكوين والإسريام هم عبارة عن سلع وليسوا أوراق مالية ولازم ان هم يكونوا تحت إشراف لجنة تداول السلع الأجلة للتنظيم لحماية المستثمرين فده طبعا خبر جيد جدا بيقولنا نحن بالتدريج هتبتدي عملات كتيرة تتحول تبقى تحت سيطرة أو تحت إشراف سي اف تي سي أو لجنة تداول السلع الأجلة واللجنة دي أفضل من في التعامل مع العملات الرقمية مش هيبقى في حرب كبيرة على العملات الرقمية أنا متوقع أن على بداية العام الجديد إن شاء الله يفوز ترامب والموضوع كله هيتحسن بخصوص العملات الرقمية هي محتاجة صبر مننا يا جماعة لشان ما حدش بس يتهور ويبيع بخسار فأنا متوقع متفائل خير على بداية العام القادم أو نهاية العام احنا بنتكلم عن فيه صعود فيه تزبزوبات عالية جدا هتبقى الفترة القادمة صعود وهبوط ومتوقع لها أن فيه صعود قوي هيحصل في خلال عشر تيام أو أسبوعين متوقع كده يعني ما تبيعش باخسارة هتندم في المستقبل إلا لو قامت حرب دي بقى اللي هتدمر لك كل حاجة فيه عندك الخبر ده خبر مش جيد أوي فيه ناس بيستخدموا منصة بير بير اللي هي بتحويل الأموال المنصة دي وعليها على فكرة عملات رقمية برضو بير اتغرموها عشرة مليون دولار لأنها بيحولوا أموال ل بنوك عليها عقوبات زي بنوك الروسية مثلا فأعتقد أن ده خبر مش جيد مش ده لعملات رقمية بس للناس المستثمرين في العملات الرقمية اللي عندهم حسابات على بير خلي بالك يا جماعة ممكن بير يحصل فيها حاجة او يحصل فيها مشكلة الفترة القادمة فخليكوا حذرين اللي عنده حسابات في منصة بير عندك البنك ده عايز أتكلم عليه أقول نقطة بس عليها عشان حي فيه خبر مهم بالنسبة له عشان تعرفوا دخامة أو أهمية الخبر اللي حقوله نتكلم على ده عبارة عن هي شركة بريطانية متعددة الجنسيات لخدمات المصرفية والمالية يقع مقرها في لندن تقوم بتشغيل أكتر من 1700 فرق بما في ذلك شركات التابعة وشركات وشركاء والمشاريع المشتركة في أكثر من 70 بلد وتوظيف حوالي 87000 شخص هي مصرف شامل يعمل في الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات وأيضا خدمات الخزينة على الرغم من أساسها البريطاني الشركة التي تعمل في التجزئة المصرفية في بريطانيا وحوالي 90% من أرباحها تأتي من أسيا وأفريقيا والشرق الأوسط يعني مؤسسة عملاقة مش حاجة كده كلام فاضي حصل إيه بقى الخبر ده ستاندرد تشارتريت بقولك تجري شركة الكريبتو زوديا ماركتس التابعة لستاندرد تشارتريت مفاوضات للاستحواز على شركة إيل وود كابيتال وهي شركة مدعومة من ملياردير صندوق التحوط ألان هوارد وفقا لتقرير بلومبرغ بقولك من المتوقع أن تغلق قبل نهاية الشهر الحالي الصفقة يعني بينما تبقى التفاصيل المالية وغيرها من التفاصيل الأخرى غير معلنة تقدم الشركة المرادة الاستحواز عليها إيل وود كابيتال خدمات تداول وتسوية العملات المشفرة خارج خارج البورصات وتعمل بترخيص وكمزود للأصول الفتراضية وأعمال استثمارية مقرها في جزيرة جيرسي وهي منطقة خارجية تابعة لبريطانيا يعني بقولك الخبر ده الهدف منه اللي بقولك الخبر ده أن المؤسسات العملاقة القوية مهتمية بالعملات الرقمية والتداول في العملات الرقمية فإنت لو عندك تخوف من النظام العملات الرقمية والاستثمار في العملات الرقمية أقولك لأ أنت غلطان ما تخوفش ما تخافش جمد قلبك المستقبل للعملات الرقمية المستقبل لنا زي ما بقولكو في الفترة الأخيرة مستقبل رائع جدا بس أنت أهم حاجة ما تبيعش بخسارة لأن سوق العملات الرقمية كده طبيعته كده أنه بيطلع وينزل يطلع وينزل مش هيفضل مستمر في الصعود أو في الهبوط فاتبيع بخسارة لأ هيطلع تاني فأنت ما تخافش وتبيع بخسارة جمد قلبك دايما عمل هبوط تشتري وتعزز هو ده الصح يا إما تستنى لما يحصل صعودة شفتحق أرباح مش تبيع بخسارة وتأكد خسارتك تمام الخبر ده كان بيكلم على مايكل فاندي بوب المحلل المعروف اللي ده دايما معظم أخباره بتصيب مش بتخيب يعني بتصيب دايما معظمها مش كلها يا جميع وأكيد كل الناس بتخطئ بيقول لك لازم نكسر البيتكوين لازم يكسر فوق ستين ألف دولار عشان يحقق طبعا يعمل صعود قوي وبعدين سي بي اي بيقول لك المفروض ده التغريدة دي كتنبارح بالليل فبيكلموا على النهاردة يعني المفروض النهاردة التقرير بتاعت سي بي اي هتظهر أسعار 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 المستهلك فده هت لو الأخبار جيدة طبعا ممكن هتأثر طبعا بتسوق على السوق بتأثير كبير هتأثر على السوق تأثير كبير النهاردة ففي تغيير هيحصل النهاردة يصعود يهبوط فهنعرف هنعرف الأخبار عاملة إزاي مثلا شايف دلوقتي عموما البيتكوين وقت تصوير الفيديو عمل لكم قوينا بس نشوف بس عشان يقول لنا السعر مزبوط وقت تصوير الفيديو 58 ألف دولار 58 ألف دولار فوق 58 ألف دولار لها سعر البيتكوين والبين بي عملة 528 والإسيريام عملة صعود عملة فوق 3122 عملة صعود جيد هي والسولانة على فكرة متوقع السولانة أنها تعمل أسعار قوية جدا في بداية العام القادم والإسيريام برضو هيعمل صعود قوي جدا في السنة دي وخصوصا بعد موضوع الاتف حيظهر لما نقرب من الاتف وبعد ما يحصل تداوله الاتف هنعرف تأثيره على الإسيريام هيكون عامل إزاي فالفترة القادمة دي فترة جيدة جدا ومهمة وشيقة جدا وخلي بالكو يا جماعة ركزوا في الأخبار دايما السياسية والاقتصادية مخصوص الحروب دي اللي هتأثر على عملتنا الرقمية وعلى استثماراتنا عموما على عقارات والذهب وعلى كل حاجة وربنا يهصر طبعا وانا معاكم دايما لو في أخبار مخيفة أو أخبار جيدة تون كوين يعني ركزوا عليها مش بقولك تبيع وتشتري ركزوا على تون كوين عملة مستقبلها قوي جدا تون كوين وطبعا على العملات الكبيرة زي البيتكوين والإسيريام والبيم بي في طبعا أنا مستثمر في إنت مش حابب تستثمر براحتك خالص أنا شايف أني في مستقبل لبعض العملات عملة مهمة جدا يا جماعة أنا مستثمر فيها فركزوا والماتيك في كلام كبير على الماتيك الفترة اللي فاتت دي ركزوا على الماتيك وتشين لينك وسولانا والإسيريام والبيتكوين وبين بي طبعا في عملات كتيرة والعملات الشبكات مثلا والأي أر بي فركزوا على العملات دي المهمة دي العملات دي اللي هتعملكم أرباح بالملايين على بداية العام القادم أشكركم يا جماعة وللقاء في الحلقات القادمة سلام يا جماعة شكراً لكم